يتواصل الصراع بين سائق سيارات الأجرة الصغيرة وتطبيق إندرايف حيث يستمر التطبيق في جذب نسبة كبيرة ومتزايدة من الزبائن وقد ازدادت الأزمة تعقيداً مع إضافة إندرايف لخدمة النقل عبر الدراجات النارية مما جعل العديد من سائق سيارات الأجرة يشعرون بأن هذه الخطوة ستزيد من تضررهم بفقدان المزيد من الزبائن وسيؤثر ذلك سلباً على معيشتهم التي تأثرت بالفعل بشكل كبير جراء انتشار هذه الخدمة في معظم المدن المغربية لقد أثارت خطوة إضافة خدمة النقل عبر الدراجات النارية غضب سائقي سيارات الأجرة الصغيرة الذين يعتبرونها تحدياً مباشراً لمصدر رزقهم هؤلاء السائقون يرون أن هذه الخدمة الجديدة ستحرمهم من عدد أكبر من الزبائن لا سيما في المناطق الحضرية المكتظة حيث قد تكون الدراجات النارية وسيلة نقل أكثر فعالية وسرعة هذا الشعور بالتهديد يأتي في وقت يعاني فيه قطاع سيارات الأجرة من ضغوط متزايدة بسبب تراجع الطلب وارتفاع تكاليف المعيشة وأعرب العديد من سائقي الطاكسيات عن غضبهم واستيائهم من هذه الوسائل التكنولوجية التي يعتبرونها نوعاً من النقل السري الذي يجب محاربته نظراً للمخاطر التي تصاحبها هؤلاء السائقون يعتقدون أن التطبيقات مثل إن درايف تعمل خارج إطار القانون مما يجعلهم يشعرون بأن حقوقهم كمهنيين تقليديين تنتهك وفي الوقت ذاته يرون أن هذه التطبيقات لا تتحمل نفس الأعباء والمسؤوليات التي يتحملها سائق سيارات الأجرة مثل الرسوم والتصاريح المختلفة مما يضعهم في وضع غير متكافئ وتشهد العلاقات بين سائقي الطاكسيات وتطبيقات النقل توتراً مستمراً تطور في كثير من الأحيان إلى مشدات كلامية وأحياناً إلى مواجهات مباشرة يعود هذا التوتر في جزء كبير منه إلى غياب نصوص قانونية تنظم هذا الشكل الجديد من النقل وتضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية يطالب سائق سيارات الأجرة بضرورة تدخل السلطات لتنظيم هذا القطاع بشكل يحفظ مصالح الجميع ويضمن المنافسة العادلة في هذا السياق يرى البعض أن الحل يكمن في إيجاد إطار قانوني واضح ينظم عمل تطبيقات النقل بحيث يتم دمجها بشكل رسمي في منظومة النقل العام من جهة أخرى يدعو البعض إلى تعزيز الحوار بين ممثلي سائقي سيارات الأجرة وممثلي تطبيقات النقل بهدف الوصول إلى حلول توافقية تخدم مصلحة الجميع وتجنب المزيد من التصعيد بالمجمل فإن التحديات التي يواجهها قطاع النقل التقليدي في المغرب تعكس تحولات أوسعة في الاقتصاد والمجتمع حيث تلعب التكنولوجيا دورا متزايد الأهمية وسيكون من الضروري إيجاد توازن بين الابتكار وحماية حقوق العاملين في القطاعات التقليدية لضمان نمو مستدام وعادل للجميع